كما نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة وسكانة قفلة طوبية علاجية في قرية الأمل بمركز بلقاس الدقهلية وتم توقيع الكشف على ألفين وواحد وستين مريضا وضمت عشر عيادات منهم سبع متنقلة والباقي داخل الوحدة فضلا عن معمل الطفيليات والأشعة كما تم إجراء عدد ثلاثمائة وخمسة وسبعين تحليلا مختلفا للمرضى واربع واربعين حالة آشعة عادية وموجات صوتية فضلا عن فحصات لمائة وخمسة واربعين مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل اربع وثمانين حالة للمستشفيات لإجراء مائة وتسع وثلاثين جراحة مختلفة لهم وإصدار سبعة عشر قرارا للعلاج على نفقة الدولة